بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الثاني من الشبتر الخامس بعنوان Application 1 سوف نحاول أن نرسم ليزومترك بتاع المثال اللي بدأناه في الجزء الأول هنا عندنا كمعطى الاليفيشن والبلان وأول حاجة هنعمله هو تحديد نقطة البداية بتاع ليزومترك عشان نحدد نقطة البداية محتاجين نرسم الأبعاد بتاع ليزومترك هنا عندنا كعرض ليزومترك عندنا 48 اللي هو عرض ايه أو هو ارتفاع البلان في اتجاه الواي هيكون عندنا 84 اللي هو ايه اللي هو العرض بتاع الاليفيشن وفي اتجاه الزد حيكون عندنا 34 اللي هي ايه اللي هي ارتفاع لاليفيشن حنكمل المربع بتاعنا كده حنرسم من هنا 34 34 عمودي وبعدها نوصل النجاة ببعضها ده خط موازي الخط ده طوله 48 على زاوية 30 نوصل النقطة هذي بالنقطة هذي وبعدها نوصل النقطة دي بالنقطة دي المفروض ليزومترك بتاعنا هيكون ايه هيكون داخل متوازي المستطيلات ده الان عايزين نحسب مكان النقطة البداية يعني ايه مكان نقطة البداية يعني عايزين نحسب الارتفاع ده ويه المسافة دي هذا اللي عايزين نحسبه عشان نحسب المسافات دي هنبدأ نحسب الارتفاع بتاع المنظور بتاعنا هنا عندنا مسافة اللي هي 0.5 اللي بتمثل ساين 30 ضارب 84 اللي هي المسافة دي كلها دي بتعطينا 42 هنضيف للمسافة دي 42 هنضيف لها ايه هنضيف لها 34 وكمان هنضيف لها المسافة دي اللي هي بتمثل ايه بتمثل ساين 30 ضارب 48 اللي هذا هو 48 بتعطينا 24 يعني ارتفاع الرسمة كله او المنظور بتاعنا حيكون ايه حيكون داخل متوازي المستطيلات ده والمسافة دي كلها هتكون كم هتكون 42 زايد 34 زايد 24 ده بيعطينا كم بيعطينا 100 يعني الارتفاع ده كله 100 المية دي هنشيلها من كم هنشيلها من 247 ليه 247 لانه ارتفاع الورجة بتاعي 247 نتحصل على كم نتحصل على 147 بتمثل ايه 147 دي بتمثل الفراغ اللي تحت ده والفراغ اللي فوق يعني هنقسم 147 المفروض على 2 لو قسمناها على 2 هنتحصل على 73 يعني الفراغ من تحت ده بيمثل كم بيمثل 73 74 كده حددنا نقطة البداية من تحت هنحاول الان نجيب المسافة من من اليمين نفس الحاجة هنحسب العرض بتاع المنظور بتاعنا هذا المنظور بتاعنا عايزين نحسب العرض ده كله ازاي هنحسب العرض بتاعنا ده هنأخذ المسافة دي اللي هي بتمثل ايه بتمثل كوزاين 30 اللي هو 0866 ضارب ايه ضارب 84 هنتحصل على 73 كمان هنحسب المسافة التانية دي اللي هي كوزاين 30 دائما ضارب 48 اللي هو طول الظلع ده بنتحصل على 42 يعني العرض بتاع المنظور بتاعنا ده المسافة دي كلها هتساوي كم هتساوي 115 73 زايد 42 عرض اللوحة او نصف اللوحة هو كم هو 200 200 نشيل منها 115 نتحصل على 85 بتمثل ايه 85 بتمثل الفراغ اللي على اليمين والفراغ اللي على الشمال لهذا السبب هنقسمها على 2 نتحصل على ايه نتحصل على 42 يعني ايه يعني الفراغ ده المفروض كم المفروض 42 الفراغ ده المفروض 42 هنضيف ل 42 هنضيف لها 42 دي هنتحصل على كم هنتحصل على 84 يعني المسافة دي كلها كم 84 وكده عرفنا ايه عرفنا مكان المركز بتاعنا اللي هنبدأ به اللي هو نقطة البداية هتكون موجودة على مسافة 84 من اليمين بتاع الورقة خلينا الان نبدأ رسم ليزومترك بتاعنا قلنا هنطلع من تحت 73 ونيجي من اليمين 84 وهنا هتكون ايه عندي نقطة البداية بتاعي بعد ما حددنا نقطة البداية هروح في اتجاه الاكس هناخد ده المفروض اتجاه الاكس ده اتجاه الواي وده اتجاه الزد بتاعي هروح في اتجاه الاكس مسافة كم مسافة 48 ناقص 24 بتعطينا 24 على 2 بتعطينا 12 يعني هروح مسافة كده مسافة 12 المسافة دي 12 بعدها اترك فراغ مقدار 24 هذا الفراغ بتاعي من هنا الهنا مقدار 24 وارسم كم مسافة 12 هذه المسافة بتاعي 12 بعدها ارجع للنقطة الاولى هنا وارتفع مسافة كم مسافة 15 هذه الخمستاشر بتاعي موجودة في نفس الخط ده ارتفع من هنا 15 المفروض هنا كمان 15 هنا 15 وهنا 15 هذا الخط بتاعي 15 ده 15 وده ايه 15 بعدها هروح في اتجاه او اجفل الخطين هنا الخط ده بيمثل ايه المفروض بيمثل الخط هذا ولكن على المستوى ده اللي هو بيمثل ايه بيمثل الخط ده في الright side view لهذا السبب لما نرسم الright side view بيساعدنا على رسم ايه ليزومترك بتاعي كويس بعدها هروح فين هروح في اتجاه ال-Y هروح مسافة كم هذه المسافة دي الخط ده بيمثل الخط هذا المفروض المسافة هذه هي 9 يعني هروح في الاتجاه ده مسافة 9 ملي متر وبعدها ارجع في اتجاه ال-X دي عشان اقفل الرسمة بتاعي وده المفروض بيمثل ايه بيمثل الخط ده ده المفروض في اتجاه ايه في اتجاه ال-X بتاعي بعدها هروح في اتجاه ال-Y مسافة كم هذه المفروض أن المسافة كلها دي 84 هنشيل منها 33 يعني المسافة دي المفروض 84 نقص 33 والخط ده هيكون ايه؟ هيكون موازي لل-Y بعدها هارتفع فوق الخط ده المفروض هارتفع كم؟ هارتفع 34 30 اللي هو الارتفاع بتاعي بعدها هارجع وراء هارجع وراء مسافة كم؟ هارجعت مسافة 39 خط ده بمثل خط ده اللي هو طوله كم؟ 39 بعدما رجعنا وراء مسافة 39 هوصل النقطة هذي بدي هوصل النقطة دي بدي خط المائل ده بمثل خط هذا كويس؟ بعدها هارجع في اتجاه الاكس هذا اتجاه الاكس هارجع مسافة كم في اتجاه الاكس؟ هو المسافة دي اللي هي كم؟ اللي هي 48 يعني هارجع في الاتجاه ده مسافة 48 الخط هذا المفروض الخط هذا المفروض يمثل ايه؟ بيمثل الخط اللي موجود هنا هذا الخط في � sumit اللي هو موجود على مستوى النقطة دي بعد ما رسلنا الخط هذا هروح في ههوصل النقطة دي بالنقطة دي المفروض الخط هذا هو نفسه الخط ده ولكن من ناحية التانية ارتفع من هنا ارسم خط كده عمودي اللي هو بيمثل النقطة هذي عشان ايه عشان اجيب مكان الداش لاين ده عشان اجيب مكان الداش لاين ده مكان الداش لاين هرتفع من هنا عمودي وبعدها ارسم خط موازي للخط ده بيمر على النقطة دي هذا الخط الموازي هيتقاطع مع الخط العمودي في النقطة دي وكده ايه تحصلنا على النقطة هذي تحصلنا عليها بعدها هنزل عمودي ويكون عندي الخط اللي هو في الاليفيشن اللي هو الداش لاين هنا ها كنا رسمناه في ليزومترك بتاعنا بعدها اجي هنا بخط موازي للإكس خط موازي للإكس هذا الإكس بتاعي هذا الإكس المفروض هذا الاتجاه بتاع الإكس كم طول الخط هذا اللي هو المفروض بيمثل ايه الخط ده بيمثل الخط ده اللي هو طوله كم طوله 24 وبعدها بكل بساطة بوصل النقطة دي بالنقطة دي بعدها هروح فين هاجي للنقطة هذي وأرسم خط طوله كم طوله 39 اللي هو خط موازي للخط ده اللي هو موازي المفروض موازي للواي ده الواي بتاعي موازي للواي بعدها نوصل النقطتين ببعض ودي سهلة خطوة ثانية هاجي هنا وادخل المسافة كم المسافة هذي المفروض هي 48 هنشيل منها 38 هيتبقى عندي كم عشرة عندي العشرة دي هتكون المفروض خمسة هنا وخمسة هنا خمسة مليمت يعني هدخل كده بخط داشلين الخط ده هنستعمله بس عشان نحدد النقطة اللي هنرسم بها الخط ده دخلنا كده مسافة خمسة مليمت وبعدها هروح في اتجاه الواي هروح في اتجاه الواي من نقطة دي للنقطة دي المفروض كم هذي المسافة مفروض المسافة هذي من هنا الهنا المفروض كم المسافة دي هي 33 يعني رحت من هنا الهنا 33 لكن في المنظور عندي جزء بس من المسافة دي هي خط ظهر اللي هو الجزء ده اللي هو الخط الظهر بتاعي بعدها هرتفع من هنا مسافة كم اللي هي المسافة دي اللي هي 17 هرتفع مسافة 17 وارجع وراء مسافة كم هرجع وراء مسافة 15 هرجع من هنا الهنا مسافة 15 وبعدها ارتفع بعدها ارتفع فوج هنا مسافة كم هرتفع مسافة 10 هذه العشرة بتاعي نعيدها ثاني هرتفع هنا مسافة كم مسافة 10 ونرجع وراء إلى أن نصل للخط العمودي بعدها هروح كده مسافة خط هذا المفروض بيمثل إيه؟ بيمثل الخط اللي هنا ده من هنا إلى هنا المفروض المسافة هذه كم؟ 38 يعني هارجع في الاتجاه هذا 38 وبعدها أرجع في اتجاه الواي هذا الاتجاه الواي بتاعي لأن أصل للخط هذا الموازي للإكس أروح بعدها للنقطة دي وأروح مسافة كده في الاتجاه ده اللي هي بتمثل الخط هذا المفروض كم هذه المسافة؟ المسافة هذه المفروض بتمثل إيه؟ بتمثل 38 ناقص 18 بتعطينا 20 20 على 2 بتعطينا 10 يعني طول الخط ده 10 يعني هاروح مسافة كده في الاتجاه ده 10 وأترك فراغ كم؟ الفراغ ده اللي هو 18 أترك فراغ وأرسم إيه؟ خط طوله هنا 10 وبعدها أروح في اتجاه الواي عشان أوصل الخط ده بالمنظور بتاعي هنا كمان والناحية التانية كمان أرسم الخط بتاعي ده هذا الخط المفروض بيمثل إيه؟ الخط هذا المفروض بيمثل الخط اللي هنا دأ الخط خط هذا كمان بيمثل الخط ده في المنظور بنشوف جزء منه بس الخط اللي هنا المفروض بيمثل الخط اللي هنا بعد الخط و ه Strawberry هنعمل ايه هنيجي للنقطة دي وننزل كده عمودي هننزل عمودي كده عمودي و الخط هذا المفروض بيمثل ايه بيمثل الخط اللي موجود هنا اللي هو الخط موجود هنا اللي هو لو نظرنا للإليفشن حيكون خط مخفي باجي عندنا إيه باجي عندنا الإليبس البيضاوي اللي هو موجود في سطح المنظور بتاعنا موجود هنا في أي سطح هنا ده هو السطح الإكس وإيه والواي الإكس والواي يعني المفروض كل المحاور بتاع الإليبس ده هتكون يا إما موازية للإكس يا إما موازية للإيه للواي أول حاجة نرسمها نرسم إيه المحاور بتاعي المحاور بتاعي المفروض ده موجود على أي مسافة من الخط ده المفروض على مسافة 25 أروح كده مسافة 25 وأرسم المحور بتاعي الأول المحور الثاني المفروض هيكون في الوسط يعني هروح مسافة كده إيه اللي هي نص المسافة دي المسافة دي كلها كم اللي هي 48 يعني هروح مسافة 24 وأرسم إيه وأرسم المحور بتاعي ده وكده رسمت إيه رسمت المحاور بتاع الإليبس ده ده المحور الأول وده المحور الثاني الخطوة الثانية عشان أرسم الإليبس اللي القطر بتاعه هو في النهاية بيمثل في الحقيقة هو الدايرة دي الدايرة في المسقط بتكون إليبس في المنظور الدايرة دي عندها قطر يساوي 18 يعني نصف القطر بتاعي 9 يعني هروح كده من المركز ده هروح يمين هروح شمال مسافة 9 9 وأرسم إيه خط موازي للـ Y بعدها أروح في اتجاه الـ Y كده مسافة 9 ومن هنا مسافة 9 وأرسم إيه خط موازي لإيه للـ X هنا أؤكد على حاجة مهمة جدا أن كل الخطوط دي الخضرة يا إما موازية للـ X يا إما موازية للـ Y ليه لأن الإليبس بتاعنا موجود فين موجود في السطح X و Y بعد ما رسلنا الخطوط دي الخضرة يعني هنا تحصلنا على إيه تحصلنا على مركزين ده فيه مركز أساسي واحد وده مركز أساسي اثنين وبعدها نوصل للمراكز دي بنص الخط ده بالوسط بتاعه نوصل لنقطة دي بالنقطة دي بالوسط و كده تحصلنا على المراكز التانية ده المركز الثالث وده المركز أه المركز الرابع نيجي في المركز ده ونفتح الفرجار للنقطة دي ونوصل للنقطة دي بالنقطة دي وده أول جزء بتاع الإليبس بتاعنا بعدها نروح للمركز ده ونفتح الفرجار أو نروح للمركز ده ونفتح الفرجار للنقطة دي ونوصلها بالنقطة دي وده أه الجزء الثاني بتاع الإليبس بتاعنا بعدها نروح للمركز ده ونفتح الفرجار للنقطة دي هذه المسافة كلها ونرسم أه الجزء بتاعنا رقم ثلاثة يعني هنوصل النقطة دي بالنقطة دي وآخر جزء بتاع إليبس هنروح للمركز ده ونفتح الفرجار للنقطة دي ونوصلها بالنقطة دي وده هيكون ايه؟ آخر جزء بتاع الإليبس بتاعنا وكده خلصنا الأيزومتريك بتاعنا